ما بعف كم مرة قلت ابمانوغ بهذا الفيديو فاللي بيعرف يكتبنا يا حب ضمن التعليقات. السلام عليكم اهلا وسهلا بكم. عبدالهاردي معكم من عم العدسة. ان شاء الله تكونوا بكل صحة وعافية. رجعت لكم بهذا الفيديو اليوم. متل عادة معلومات مفيدة. هنحكي عن ست نقاط اساسية. لازم يعرفها الشخص اللي بيشتغل بالمانيا عن الابمانوغ الانذار او التنبيه باللغة العربية. لانه الفيديو السابق اللي انا حكيت عنه عن شحن الكهرباء بقل بقصة شحن الموبايل بداخل مكان العمل. الابمانوغ. ففي بعض التعليقات كانت انه لا ما فيك شي لا فيك شي كم مرة بيحقلو يسوي لك ابمانوغ. فلذلك حبيت اني اشرح بشكل تفصيلي سريع عن هاي النقاط مشان الواحد يعرف حقوقه في المانيا. فخلينا اول شي ازا عجبك محتوى القناة اعجبك الفيديو لا تسلسى الاشتراك تفعيل زر الجرس تحط لك هذا الفيديو وازا صار معك هيك تجربة شخصية يعني تكتبنا ايها بدون التعليقات. نبلش بالنقطة الاولى وشرح شو هو الابمانوغ. ازا انت عملت خطأ معين بداخل الشركة فالارباية قيبة بحقلو انه يعطيك ابمانوغ ينبهك على هادا الخطأ. في تفاصيل كتير مهمة حنعرفها لاحقا. بس هاد بشكل مبسط الابمانوغ الانذار او التنبيه باللغة العربية. وما بحقلو انه يفصلك بدون ما يعطيك ابمانوغ ولو واحد على القليلة. يعني اه فصل بدون ابمانوغ ولو مرة واحدة فقد لا غير فهذا الشيء غير مقبول الا ازا في خطأ كتير جسيم انت عملته بالشغل حنحكي عنه هلا بالنقطة رقم اتنين. بس من حيث القانون خينا نقول الابمانوغ يعتبر هو الورقة الصفرة بداخل ملاعب الطابة لما ينبه الحكم اللاعب انه انت عملت هذا الخطأ. بس لما يكون الخطأ جسيم فبيرفع له الورقة الحمراء. وهو بمثابة الكون بمكان العمل. وهذا الشي على حسب رقم القانون تلاتمية واربطاعش الفقرة اتنين. النقطة رقم اتنين شو هي الاسباب الابمانوغ? ازا انت تأخرت على الشغل بشكل متواصل فبيحقلو ان يصوي لك ابمانوغ. رقم اتنين ازا انت تأخرت بارسال المرضية لصاحب العمل كمان بيحقلو. رقم تلاتة ازا انت ما عم تنتبه للتعاليم العمل. على سبيل المثال بداخل مكان العمل عندك لازم انت تلبس الفيستر ولازم تلبس الزيشة هاي تشوه. لازم تلبس البوت طبع الحماية طبع الامن. فقال لك مرة قال لك مرتين انت ما انتبهت فبهاي الحالة هو بيعطيك ابمانوغ بشكل رسمي شغفتيش. رقم اربعة ازا ممنوع الدخان والكحول بمكان العمل وهذا نوعا ما خمسة وتسعين بالمية اماكن عمل كلها ممنوع وخاصة الكحول فبهاي الحالة ممكن كمان يعمل لك ابمانوغ. والنقطة الاخيرة كمان في كتير اسباب نحن هنا عم نحكي على الاسباب القانونية الصريحة الواضحة البنت عالم وناس انك انت اشتغلت مينيجوب او اشتغلت نيبن بغوفلش بدون ما تقول له لصاحب العمل. وممكن هذا الشيء يأثر على على شغلك على وقتك بالشغل انك تأثر بشغلك بسبب المينيجوب اللي انت اللي عامله. فعلى حسب قرار المحكمة اللي اللي هيظهر قدامنا فبيحيقول له انه يعمل لك ابمانوغ. لانه على حسب اغلب العقود الموجودة عقود العمل موجودة بالمانيا فالاربايت جيبة يحق له معرفة واجب على الاربايت نيبة انه الموظف يخبر دايما الاربايت جيبة انه انك انت عندك عمل جانبي مينيجوب او عندك عمل شخصي للك نيبن بغوفلش. شو هي الاسباب اللي ما بيحق له يساوي لك ابمانوغ وازا ساوي لك ياه فبيكون هو يعني ما له شغال غير فعال. انك انت باغلب اوقاتك مريض وعم تقدم مرضيات بالوقت المناسب فهون حتى ازا عطاك ابمانوغ هذا الشيء غير شغال وغير ساري المفعول. ما بيحق له يعمل لك انذار ازا انت عم تقدم مرضياتك ولو طولت المرضيات لفترة طويلة. رقم اتنين انت قبل الشغل حتخلص شغل بقيال لك ربع ساعة او نص ساعة واجه قال لك والله يا عبد اكس من الناس راح بشكل سريع ونحنا علينا شغل مترتب علينا ولازم تشتغل ازا انت رفضت وهذا الشيء حقك طبعا لا تخاف انه يجيك ابمانوغ لانه ما بيحق له الارباية تقابة. بهاي الحالة يعمل لك انذار لانك انت رفضت وهو يخبرك قبل بوقت اصير كثير من خروجها من العمل. اما لازم هو يخبرك على هاي النقطة قبل يوم او يومين او ممكن كمان ازا العلاقة بين الموظف وبين صاحب العمل هي جيدة تكون بالمودة والمونة وبالك لو سمحت وكزا ونحكي هذا كله. نحن عم نحكي بهذا الفيديو الامور القانونية. ولقطة كثير مهمة ازا انت ما بتشتغل منيح بداخل الشغل. بطيء. بس عم تقدم مهامك بشكل مناسب. عم تقدم مهامك بشكل جيد. ما عندك خطاء. بس انت هيك مو عاجبه لصاحب العمل. ما بيحق له ابدا انه يقدم لك ابمانوغ. هلا بقى هون النقطة التالتة اللي كتير مهمة بصراحة ولازم تركزوا علي فيها. وهي النقطة هي قيمتها بيكون فعال الابمانوغ وشو هو صيغة الابمانوغ اللي لازم يبعت لك ياه حتى يكون فعال بشكل مناسب وقانوني صريح جدا. رقم واحد انه يكون فيه تاريخ وشرح للحالة وقت مع ذكر التوقيت وذكر اليوم اللي انت عملت فيه هذا الخطأ. ولازم ينكتب بداخل التنبيه انه المرة الجاية ازا انت رجعت كررت الخطأ فبيصير بلا 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 مثلا بيعمل لك كونديجو بنخصم لك من الراتب. يعني لازم يكون فيه عواقب ازا انت كررت الخطأ مرة تانية. رقم ثلاثة انه مثلا بعد ما انت تساوي الخطأ بشكل مباشر يعمل لك هو الابمانوغ يعمل لك التنبيه مو يغط فترة سنة ستة شهور شهرين بعدين يجي لك ايه والله انت بداك اليوم عملت هذا الخطأ فانا هلا بدي يعطيك التنبيه تبعك هذا الشي غير فعال وبيكون ملغة. يعني لازم يكون فورا بعد الخطأ اللي انت عملته. رقم اربعة استلام شخصي لهذا الابمانوغ. ما يجي يبعت لك ياه مع واحد فانت تقول انه انا ما استلمت شي يا بيعطيك يا بيرزون ليش يا اما بيبعت لك ياه بالبريد عينش غايبا ولازم انك انت توقع عليه انك استلمته لانك بكل بساطة بتقول له اذا بعته بريد عادي انا ما استلمت شي ضاعة البريد وكتير بتصير يعني ضياعة البريد بالمانيا شغلة كتير طبيعية. رقم اربعة ايمتا بيجيني بعد الابمانوغ بشكل عام بالقانون لازم واحد واثنين التالت بيكون اذا الخطأ شوي تقيل فبيكون ابمانوغ واحد اما اذا الخطأ جسيم كتير وعلى سبيل مثال سرقة فهون بيكون كونديجونغ فريستلوس كونديجونغ رقم خمسة متل ما شرحنا بالنقطة السابقة اذا انت اثبتت عليك سرقة فبيساولك كونديجونغ فورا فيه بس مو كل السرقات كمان ممكن انه هو يحق له يساولك كونديجونغ فورا شلون يعني بالالفين وعشرة بتوصيف الفيديو بتلاقوا رابط لهي القصة سيدة اسمها ايميلي صلة بتشتغل ثلاثين سنة عند الارباية قيبة بدون مشاكل بدون شي لاجل الصدفة عملت اين لوزن لهي البطاقة بقيمة واحد فاصل ثلاثين واهدت المصاري لاله بغلط معين يعني ما كانت هي من تبها فهون فورا عملها هو صاحب العمل كونديجونغ قال له انه انت تهمتي بسرقة واثبتت عليكي سرقة واحد فاصل ثلاثين سنت واحد يورو وثلاثين سنت وبعد ثلاثين سنة شغل عنده فراحت هي فورا اشتكت عليه عند المحكمة المحكمة لما شافت هاي القصة واعتبرت هاي القصة هي غلط منا وانه الارباية قيبة هون بها الحالة لا بيحق انه لا يعطيها ابمانونغ ولا يعطيها كونديجونغ والتغى عليها الاثنين الابمانونغ والكونديجونغ فدائما في حالات استثنائية وحالات شخصية وتجارب بالمانيا ما بتتطبق بشكل شخصي على العوام انه تصير هاي القصة نعممها اذا اتهمت انت بالصرقة والتهمت فيها بشكل مباشر وانت عارفان حالك ايك فهم بها الحالة ما بيحلك توحترف على دعوة طبعا رقم ستة قاعد بامان الله وجاك انت الابمانونغ شو هي الخطوات اللي بتقدر تساوية رقم واحد انك انت تروح تتواصل مع الارباية قيبة وتقول له ليش هادا الكنديجونغ وتقول له ليش هادا الابمانونغ وتتواصل معه وتلاقوا حل ودي بشكل بسيط وخلصنا بقى وممكن تتواصل معه انه يلغي لك يا من ملف الموظفين تبعك او من السجل تبعك ومو ملف الموظفين السجل تبعك وممكن انه كتير يرضى على حسب انت وعلاقتك والشيف والغلط اللي انت عامله رقم اثنين بيحل لك انه اذا انت متأكد مليون بالمية انه هادا الابمانونغ هو غير شرعي وغير مناسب لالك او هو غلط او مثلا تبلي او عنصرية فبيحل لك انك تروح على محكمة العمل وترفع دعوة على صاحب الشغل على هادا الابمانونغ حتى لو ما عمل لك الكنديونغ لسه نحنا عم نحكي بمرحلة الابمانونغ يا اما بتكتب شي اسمه يعني بتكتب بيان اعتراض او رسالة اعتراض على هادا الابمانونغ بشكل شغفلش وبتشرح فيه كل الاسباب اذا انت ما بدك تساوي محادثة شخصية مع صاحب العمل بتقدر انه تكتب هاي تحت مسمى وبتفسر فيه وبتشرح كل الحالة تبعك ليش انت مثلا انا عملت هيك او شو كان الخطأ او لا هذا الخطأ انا ما كنت عامله يعني بتصيغه بطريقة قانونية ومحترمة ولطيفة وبنتعانم وناس النقطة الرابعة انه اذا انت عرفان بهذا الخطأ فبتقبل بالابمانونغ وبتعد فترة بتحاول مع الشيف انه يمحيلك يا من ملفك وخلصنا بتكون هيك انت باربع حالات عملت اللي عليك على حسب وشو هو الابمانونغ اللي جايك وهيك بالحالة منكون وصلنا لنهاية الفيديو شرحت لكم الابمانونغ بشكل سريع ما بعف كم مرة قلت ابمانونغ بهذا الفيديو فاللي بيعرفي كتبنا ياه بدون الطريقات لا تنسوا ديروايكم على بعض وحبوا بعض ولا تزعلوا بعض كان معكم من امام العرسة عبدالهادي شوفكم على كل خير في فيديوهات القادمة والا حالكم السلام عليكم